سنحكي على السريع عن الميزات الجديدة بالتحديث الأخير اللي Flutter 2.10 هذا التحديث هو نقلة نوعية للFlutter for Windows App فريق عمل Flutter عم يقول أنه صار فيه تقريبا نصف مليون تطبيق موبايل تم برمجته مع Flutter وهلأ صار وقت تطبيقات الWindows ومن خلال التحديث الأخير Flutter 2.10 صار هلأ Windows Support is Stable شو يعني Windows Support is Stable؟ طبعا كان فينا سابقا استخدام Flutter for Windows وحاليا في مجموعة كبيرة من تطبيقات الWindows موجودة بالMicrosoft Store تم برمجتها مع Flutter بس هلأ صار Stable يعني مستقر انتهى من مرحلة البرمجة والتجربة وصار جاهز للمبرمجين مشان يغوصوا أكتر مع Flutter for Windows ويقوموا بإنشاء وتحويل تطبيقات موبايلاتهم لتطبيقات الWindows وهلأ صار فينا بسهولة كاملة ومن خلال عمل Run لكم كوماندز بالترمنال نقدر نبني تطبيق ونحصل على ملف التحميل يعني الانستولر مشان نحمله على منصة Microsoft Store وطبعا ومن خلال هذه العملية مو معناته انه هو عبارة عن تطبيق موبايل بصار شغال على شاشات كوميوتر الWindows وانما في كتير من الودجتز والبكيجز يلي بتدعم تطبيقات الWindows وبتعطينا الإحساس والشعور باننا عم نشتغل على تطبيق من Microsoft Windows واهم هاي الودجتز هي وكمان في عنا الفايل بيكار والكاميرا بالإضافة إلى الكتير من البكيجز الحالية ويلي رح تجيب المستقبل القريب وفينا هلأ كمان باستخدام الفلونت يو آي ويتجتز رح تحصل على تطبيق مع الاحساس الكامل بانك عم تستخدم Windows App سواء بالتصميم او بالإنميشنز بالإضافة إلى مجموعة آيكونز كبيرة خاصة للويندوز وهاي الفلونت يو آي هي نفس فكرة الماتيريال ديزاين الماتيريال ديزاين هي من جوجل لتعطيك الإحساس والتصميم إنك عم تستخدم تطبيق جوجل والفلونت يو آي هي من المايكروسوفت مشان تعطيك الإحساس والتصميم إنك عم تستخدم تطبيق ويندوز وفينا هلأ نستخدم هاي الودجت لما بدنا ننشئ تطبيق للويندوز وأهم شعلي تحديث فلتر الأخير حسن من الأداء العام للتطبيقات يعني Performance Improvement وخفض من فترة الـ Build Time بحوالي 10% يعني Less Energy Consuming و Less Memory Consuming ويلي أنا برأيي كتير مهمة لأنه مع تحسيننا للأداء بدي حسبي فرق بأداء التطبيق وسرعته وخاصة بدون أعمل أي تغيير أو تعديد على الكود تبعي وهذا الشيء رائع ومهم جدا ببرمجة التطبيقات وكل الشكل لفريق عمل الفلتر على هاي الخطوة وياريت يستمروا على تحسين الأداء أكتر وأكتر والشغلة الأخيرة المaterial 3 Widget من خلال استخدام المaterial 3 بتطبيقنا منقدر ننشئ نظام ألوان من مصدر واحد بالإضافة إلى الكثير من الأيكونز اللي رح تجي مع هاي الودجت هات كان أهم ما جاء مع التحديث الأخير اشتركوا بالقناة مشان ما تفوتكم الفيديوهات القادمة اللي بدنا نبرمج فيها تطبيقات ويندوز وبإمكانكم متابعة الفيديوهات السابقة ويلي بنينا فيها وبشكل تفصيل لمجموعة تطبيقات موبايل حلوة ومختلفة مشاهدة ممتعة وبشوفكم بالفيديو القادم سلام